أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاقتمنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الهر خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللوء في أيمانكم ولكن يؤاخذكم مع قتل الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسة عما تتعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبا فمن لم يجد فسيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلبتم احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم موتهون وأطيعوا الله وعطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما يطعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وعنتم حروم ومن قتله منكم متعمدا فجزاهم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بارك الكعبة أو كفاركم طعم مساكين أو عدل ذلك سيام ليزو قابل أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم ولسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهديا والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد لقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كلا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أن أشياء إن تبدلكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل قرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من محيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترأوا حين الوصية سنان إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية سنان زواعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض وأصبتكم مصيبة موت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآسمين فإن عصر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقوبهما من الذين استحقوا عليهم الأوليان فيقسمان بالله الله لشهادتنا حقا من أحق من شهادتنا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بشهادة على وجهي أو يخافا طرد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يعيس ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس واتن تكلم الناس بالمهد وكلام وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من التين كهية الطير بإذن فتنفغ فيها فتكون طير بإذن وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموت بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عن كيذ جئتهم بالبينات وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بالله وربي رسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستفيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت نقول الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن أكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ونرزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منزل عليكم ومن يكفر وعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلتهم فقد علمت تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسه إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي أن يعبد الله ربي وربكم وقلت عليهم شيدا ما دمتهم فيهم فلما تعفيتني كنت أنت رخيب عليهم وأنت على كل شيء شيد إن تعذبهم فإنهم إبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحقيم قال الله هذا يوم يغضوا الصادقين سرقهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورد عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الذلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذرون هو الذي خلقكم من تين ثم قضى أجلا وأجنوسم من عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آية ربهم لا كانوا عنها معردين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستازون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم القرن مكناهم في الأرض ما لم نوكلهم ورسلنا السماء عليهم ضررا وجعلنا الأنهار تجري من تحت فعلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاصه فلمسوه بأيديهم لقول الذين كافروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينزرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ألبسون ولقد استهزي برسل من قبلك فعاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستاذون قل سيروا في الأرض ثم نزلوا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفس الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة العربي فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهر هو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاتن السماوات ولده هو يتعم ولا يتعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق إباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شادا قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن ليوذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهدكم إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشيكون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم الذين خسروا أوسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتر على الله كذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقهوا في آذانهم وقرى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كي يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساتير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وين يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ أفقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعدوا لمن هو أنه وإنهم لكذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بوعوثين ولو ترى إذ أفقوا على ربهم قال ليس هذا بحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرة على ما فرطنا فيها هم يحملون أزارهم على ظهورهم على سعاء ما يزرون ومن الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخر وتخير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وذا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المؤسلين وإن كان كبر عليك يرادهم فإن استطاة أنت بتغي نفاق في الأرض وصل لهم في السماي فتأديهم يا يا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزر عليه آية من ربيكم إن الله قادر على أن ينزر آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما منها دابة في الأرض ولا قائر يطير بجنحه إلا أمة أمم أمسالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رب يحشرون والذين كذب ياتنا سموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يدلل ومن يشاء جعله على سرعة مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم ساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشب ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشكون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم البغساء والضرعين لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغضة فإذا كم مبلسون فكطيعم دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يسدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغضة أو جهرة هل يولك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومزرين فمن آمن واصلع فلا خوف عليهم وعلى هم يحزنون والذين كذوا بآياتنا يمسهم العذاب وما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم دين خزائل الله ولأعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يحاى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنظر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجعه ما عليك من حسابك شيء وما من حسابك عليه من شيء فتتردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعد ليقولوا وهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم مشاكلين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كاتب ربكم على نفسي رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نبسل آياته ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دور الله قل لا أتب وهوكم قد ضللت إذا هو ما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبة به ما عندي ما تستعجلون بإني الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين كن لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وإن ده مفاتي الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر فما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة من ذلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم به وقضى عجل مسمى ثم إليه مرجيكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت تعفته رسلناهم لا يبرت ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسر حاسمين كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدر وقفيا لإن أرجعنا من هذه لنكونن من الشاكين كل الله ينجيكم منها ومن كل كريم ثم أنتم تشيكم كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض سباد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق كن لست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخودون في آياتنا فعالد أنهم حتى يخودوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعيبا ولأخوا وغرطهم الحياة الدنيا ذكر به أن طبس لنص بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل الله يخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم مما كانوا يكفرون قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعون ولا يدبون ونرد على عقابنا بعد إن هدان الله الذي استاهدوا شايتين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن نعقيموا الصلاة واتقوه وعامره الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملق يوم ينفخ في السور عالم ضيب وشادة فهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لي أبيه آزر وعتت تخذ أصناما آليا إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملقود السماوات والأرض وليكون من الموقنين ولما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العافلين فلما رأى القمر بازغ قال هذا ربي فلما أفل قال لا إن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل الطالق إني بريء مما تشيكون إني وجهت أجهل الذي مطر السماوات والأرض وعنيفة وما أنا من المشركين وحاجه قوم قال تحاجون من لي وقل هدا ولا أخاف ما تشيكون بالله يشاء ربي شيئا وسيع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم نوزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين هعقوا بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بزلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا تيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليهم ووهبنا له إسعاق ويعقوب كلا هدينا ونوهن حدينا من قبل ومن ذريتي داود والسليمان وأيوب والسوا وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ولياس ويونس وذو ألوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم وجدت بينهم وعديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم النبوى فإن يكفروا بها هؤلاء وقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر أولئك الذين أحد الله فبهداهم قتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله لا بشر من شيء كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلونه قراطيسة تبدون وتخفون كسرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبائكم قل الله ثم زرهم في قوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلنا كبارك مصدق الذي بين يديه ولتنزلهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظ ومن أعلم ممن افترى على الله كذما وقال اوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ ظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسط عيدهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزهون عذاب الهون ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتردتم ما خولناكم وراء ذهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالك حق إن الله فالك الحب والنواه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من حي ذلك الله فأنا تفكن فالك الإسباح واجعل الليل السكن والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ذلمات البر والبعن قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأك من نفس واحدة فمستقر ومستدع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خادرا نخرج منه حبا متراقبا ومن النقل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعنب والزيتون ورمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمروا عنعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شغاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يسمون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولاد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وعلى كل شيء وكير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم ومن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم حفظ وكذلك مصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو عارض عن المشيقين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفظا وما أنت عليهم يوكين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عظوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ارجعهم بين أبهم مما كانوا يعملون واقسموا بالله جاهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وانطلبوا عفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول موة ونذرهم في تغيانهم يعمهون صدق الله العظيم